واحد يقول قول لي ماذا أفعل يا سيدنا في خطيئة الإدانة لأن تعدت منها جدا ممكن أتحكم في الثاني لكن لا أستطيع أن تحكم في فكري وخاصة أنها تحاربني من ودة طويلة أنا أصدرت لكم كتاب عن الإدانة عن خطيئة الإدانة لكن هناك فرق بين الإدانة وخطيئة الإدانة يعني إيه يعني من حق المسؤول أن يدين من تحت مسؤوليته فالأرض من حقه أن يدين ويقول بغلط وده مش مظموط والمدرس من حقه أن يدين تلميزه ويقول له ده غلطه ده مش مظموط والقاضي من حقه أن يدين المتهم أمامه ويقول ويحكم عليه بأي حكم وهكذا كل من هو في مسؤوليته فدي إدانة لكن لها ليس خطيئة إدانة لأنها صادرة من مسؤول ومن حقه أما خطيئة الإدانة فالشخص يدين واحد ليس تحت مسؤوليته ويدخل نفسه في ما لا حق له فيه عشان كده المسيح بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا في الدينون التي بها تدينون تدانون فالعجيب أن بعض الناس بدلا من أن يحكموا على أنفسهم يتفرغون للفوق معا على غيرهم يعني أنت لو تفكرت حتى الفكرك أن يفعلن غلطان فهو أنت مسؤول عن أمام ربنا ثم إيه اللي عرفتك نوع خطيته مقدر خطيته ده القديس يحنى القطير مرة شف إنسان خاطفة بكى فقالوا له بتبكي ليه قال لهم الشيطان أهوى أخي هذا وأصفته وجايز يغويني أنا بكرة ويصفتني وجايز أخوي بيته أبو أنا متوقش والقديس الأنبى مش موسى الأسود لأود أخر مرة مجمع رغبان والشاي الزكيبة مليانا رمض ورا ضحره وفيها خرج وبينزل الرمض فقالوا له إيه ده قال لهم هذه الخطياء وراء ضغري تجري وأنا جهت لكي أدين أخي كان مجتمعين لإدانة واحد يحد ولكن القديس باسلس الكبير بيقول لو إن المسؤولين في دير جلسوا في فحص إدارة الدير وأدانوا أحد مسؤوليتهم ما تعتبرش إدانة فيبقى الحكى الحكمة في الموضوع هل في مسؤوليتك أم ليس في مسؤوليتك بأول نقطة هل في مسؤوليتك أم ليس في مسؤوليتك ثاني نقطة بأي روح أنت بتديم بروح الحب ولا بروح القراغية أو البغل أو الحق بأي روح لو قلنا كنت عندك روح الحب ووجدت أخك يقطع بذل ما تقول يا رب كن معاه وما تسمحش إن هو يغلب أو إن أنا أغلب دي تاني مقياس يبقى أول مقياس سلطانك ولا لا تاني مقياس روح الحب ولا الحكم تالت مقياس نوع المعرفة يعني إيه نوع المعرفة يعني ربما الحاجة اللي انت بتقدين عليها ما تكونش إيه ما تكونش إدامتك فيها صح ويكون اللي بدينه هو صح في تصرفه لكن انت اللي غلطان لأن سعاد اللي بينظر في منظر أسود يرى كل الأشياء سوداء واللي ينظر في منظر طيب يرى كل الأشياء طيبة بيقوله لكن لا أستطيع أن أتحكم في فكري لازم تتحكم في فكري وممكن أنك انت لو جالك فكري إذا نقول أنا أيضا خاطر قل لنفسك الأمر دي أنا أيضا خاطر ولو كنت أنا بهذه القسوة أحكم على الخطاة ربنا هيحسبني بنفس القسوة وأزياد لأن قال كذب بالمكان الذي بيجي تكيلون يكالوا لكم ويزاب فخليك حنين على الناس علشان ربنا يبقى حنين عليه وان وجدت واحد وشعرت انه بيطق حاولت انك تعذره لا تعذر نفسك لكن أعذر الناس